حل مشكلة التاريخ والوقت الخاصة بالواتساب واللي بتمنعك من استخدام التطبيق. اولا بنروح لإعدادات الهاتف. وفي خانة البحث العلوية بتكتب طيب او بتكتب الوقت او بتكتب التاريخ في خانة البحث بيظهر لك التاريخ والوقت. يكون عندك هنا اختيار التاريخ والوقت تضغط عليها. يكون عندك الاختيار الاول مغلق اللي هو التاريخ والوقت التلقائي بتفعلها. ويكون عندك تحت منطقة زمانية تلقائية لو هي مغلقة عندك بتفعلها. وبعدين نروح لمتجر جوجل تضغط عليها. وبتبحث عن الواتساب. لو انت محمله على الهاتف الخاص بك وعايز تحديث زي ما احنا شايفين تضغط على تحديث علشان يكون عندك اخر تحديث. ولو انت هتحمله وتحزفه من على الهاتف وتحمله مرة تانية من على المتجر. رب يكون الشرح. افادكم.